اشتركوا في القناة تعتبر المؤسسة الاجتماعية الأولى المسؤولة عن التنشئة والضبط الاجتماعي سنتناول اليوم المحاضرة وهي التي بعنوان التغيرات في بناء الأسرة ووظائفها الأسرة أقدم التنظيمات الاجتماعية للجماعات البداية والمتحضرة فهي الوحدة الأولية لكل المجتمعات الإنسانية أما في السياق التاريخي لبناء المجتمعات وضمن سيرولة التطور التكنولوجي أضافت مجموعة من النظم الاجتماعية التي أخذت أدوار كانت في السابق تقوم بها الأسرة فكانت أو ظهرت المؤسسات التعليمية ومؤسسات رعاية الطفولة والحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات حكومية أخرى كل هذه النظم الموجودة ضيقت أو حجمت صلاحيات الأسرة حيث اختصرت وظائف الأسرة على أولاً الوظيفة الاجتماعية وتشمل هذه الوظيفة على مجموعة من الإنجازات والمهام الآتي أول وظيفة من الوظائف الاجتماعية هي الوظيفة البيو مجتمعية المتمثلة بالإنجاب والرعاية البيولوجية ولا تقتصر وظيفة الأسرة على الإنجاب البيولوجي فقط بل توجيه الفرد مجتمعياً وثقافياً وتعلمه العادات والتخاليد والأعراف وكيفية التكيف والانسجام الاجتماعي في معاملة أفرادها للآخرين كما تعمل الأسرة على تأهيل الأطفال وخلق روح التعاون وتنمية الوعي القومي لديهم وغرس الوازع الديني ولكي تقوم الأسرة بوظيفتها الاجتماعية في عاملة حفظ التوازن البايو مجتمعية على أتموجه يجب أن تراعي الشروط التالية أولاً الفحص الطبي قبل الزواج ثانياً السلامة من الإعاقات المختلفة التي يمكن توالفها الأبناء وثالثاً تنظيم عدد أفراد الأسرة ورابعاً التقارب الزمني في العمر بين الزوجين إذن هذه هي الوظيفة الاجتماعية التي كانت تقتصر على الأسرة أما الأسرة هي الخلية الأولى التي يعتمد عليها في تربية الأطفال وسد حاجاتهم ومطالبهم المادية والتنشئة الاجتماعية والوجدانية هي التي تضع اللبنات الأولى في تكوين العقلي عن طريق الثقافة الأسرية والأحاديث والصور والإجابة عن الأسئلة والتنشئة الأسرية الاجتماعية هي العملية التي يسأل آباء عن طريقها إلى إحلال عادات ودوافع إيجابية لدى الأطفال أو إلى إحلال عادات وطبائع جديدة محل عادات ودوافع كان الطفل قد كونها بطريقة أولية في المرحلة السابقة ويهدف الوالدان من خلالها إلى أكساب أولادهم أساليب سلوكية وقيم واتجاهات يرضى عنها المجتمع إذن أولا قلنا الوظيفة الاجتماعية باع إشباع حاجات المجتمع وتربية حاجاته بما أن المجتمع يتكون من مجموعة من الاتساق الأسري فلابد من عملية التساند الوظيفة بينهما وبين المجتمع بمؤسسات مختلفة من خلال أولا تهيئة الأسرة أفرادها للعمل والتفاعل الاجتماعي ثانيا تشكل الخلية الإنجابية الشرعية والمقرع استماعيا فهي المسؤولة عن إعمار الأرض ثالثا تعمل الأسرة على رعاية الأبناء وحمايتهم جسديا ونفسيا والعمل على خلق شخصيتهم رابعا تمارس الأسرة وظيفة الاندماج والتكيف مع المجتمع وتساعده في وضع الأفراد في مراكزهم المختلفة وخامسا تعد الأسرة من وسائل الضبط الاجتماعي المهمة التي تحقق التجانس وعرفنا شنو الضبط الاجتماعي بتعريف الأسرة سابقا ثانيا الوظيفة النفسية وذلك بتوفير الدعم النفسي للأبناء عن طريقهم بتزويد الطفل بالإحساس بالأمن والقبول في الأسرة التي تحافظ على تقدير الطفل لدواتهم وتمنحهم الحماية اللازمة للنمو بشكل نفسي سليم وتؤمن الاستقرار النفسي لأفراد الآلة ولتحقيق هذه الوظيفة يجب أن تراعى الأسرة ما يلي ألف مناقشة الأب جميع أفراد الأسرة في الصعوبات والمشكلات التي تواجه الأسرة بين فترة وأخرى با تنمية معايير الاستقلال والاحتماد على الذات عند الأبناء جيم إشعار كل فرد في الأسرة بقيمته وأهميته في الأسرة نانا شلون ينمون شخصية للطفل من خلال أنه الأب يناقش أفراد الأسرة وينمي عندهم المعايير اللي تطور أو تقوي ثلاث وإشعار كل فرد في الأسرة بقيمته وأهميته أنه كل شخص إلى قيمة معينة من بين أفراد أسرته ثالثا الوظيفة الدينية الأخلاقية يحتل الدين أهمية بالغة في المجتمع الإنساني فهو الرابط الذي يربط المجتمع ويعمل على المحافظة عليه وعلى تماسكه ويصبح تقبل الدين وقواعده من الأمور الضرورية كما يصبح الدفاع عن تلك القواعد مظهر من ارتباط الفرد في المجتمع فالدولة الوظيفة هنا للأسرة في تكون الأفكار الدينية عند الطفل فالقيمة الدينية ترتبط بسايكولوجية الطفل فتتكون وتتفاعل بتفاعل نزاعات الطفل الفطلية الكامنة في أعماقه مع العوامل البيئية الاجتماعية المحيطة به وهي الأسرة رابعا الوظيفة التربوية تهدف الوظيفة التربوية إلى إعداد الفرد في الحياة بالمجتمع أي معاونته أو مساعدته على أن يتكيف ويتلائم مع الحياة في الأوساط المختلفة التي يعيش فيها وتعمل الأسرة هنا على إكساب أفرادها منظومة القيم مثل القيم المتعلقة بالحلال والحرام الخير والشر الصواب والخطأ والتي تعد بمثابة مواجهات أو موجهات الأفو السلوك وكذلك تحافظ الأسرة على وظيفتها التربوية من خلال سقل التراث الثقافي والاجتماعي خلوه يتمسك بالتراث الثقافي للمجتمع الذي يعيش به والمحافظة عليه ونقله من جيل لآخر فثقافة المجتمع تتغير باستمرار خامسا الوظيفة الاقتصادية ضلت الأسرة على مر الأصور المعيل الأساسي للبناء وحافظت على هذه الوظيفة كونها عصاب رئيسي تكون عبر التاريخ فالأسرة الأب والأم وأحيانا الأخوة والأخوات دور أساسي في تمول الأسرة وسد احتياجاتها المادية وهي تعمل بجانب هذا أنها تعز السلوك ما كنمط اقتصادي معين يتعلم فيه الأبناء طبيعة العمل داخل المنزل في المستقبل وفيما يدي أهم المسارات المتعددة للعلاقات داخل الأسرة ألف علاقة الزوج بالزوجة علاقات تقوم على أساس الحقوق الزوجية والمسؤولية المشتركة نحو الأبناء وبيت الزوجية وما يتضمن ذلك من العناية بالأبناء ونشأتهم باء علاقة الأب بالابن وهي علاقة تقوم على أساس مسؤولية الأب نحو الأبن وما تشمل عليه من تنشئه وتعليم وما يقابل ذلك من وجوب طاعة واحترام الأبن لأبيه ومن ثم تعاون الأبن عندما يكبر ليساهم في حياة الأسرة الاجتماعية والاقتصادية جيم علاقة الأم والأبناء وهي علاقة مماثلة لعلاقة الأب والابن ولكنها تدور في معظمها حول البيت والشغون المنزلية وقد أكد وليام أن مأساة الأسرة الحديثة تكمن في فقدانها لأغلب الوظائف التي كانت تقوم بها وهي واحد الوظيفة الاقتصادية حيث كانت الأسرة في الماضي وحدة اقتصادية مكتفية ذاتيا لأنها تقوم باستهلاك ما تنتجهه وبالتالي لم تكن هناك حاجات للبنوك أو المصانع أو المتاجر ثانيا وظيفة منح المكانة كان أعضاء الأسرة يستندون مكانتهم الاجتماعية للمكانة أسرهم في الوقت الذي كان اسم الأسرة يحظى بأهمية وقيمة كبرى ثالثا الوظيفة التعليمية كانت الأسرة تقوم بتعليم أفرادها ولا يعني ذلك تعليم القراءة والكتابة وإنما يعني الحرفة أو الصنعة أو الزراعة أو التربية البدنية والشؤون المنزلية وإلى آخرين ورابعا وظيفة الحماية كانت بأسرة أيضا مسؤولة عن حماية أعضائها فالأب لا يمنح لأسرتها الحماية الجسمانية فقط وإنها يمنحهم أيضا الحماية الاقتصادية والنفسية وكذلك يفعل الأدناء لأبائهم عندما يتقدم بهم السن خامسا الوظيفة الدينية مثل صلوات الأسرة الجماعية وقراءة الكتب المقدسة وممارسة التقوص الدينية سادسا وأخيرا الوظائف الترفيهية كانت الوظيفة الترفيهية محصولة أيضا في الأسرة أو بين عدة أسر وليس في مراكز خارجية مثل المدرسة أو المجتمع المحلي أو وسائل الترفيه المختلفة ومثال على ذلك أن الأسرة في المجتمعات الصناعية المتقدمة لم تعد وحدة اقتصادية منتجة في المحل الأول ولكنها أصبحت وحدة اقتصادية مستهلكة كانت منتجة الآن أصبحت مستهلكة فاستهلاك الوحدة الأسرية أقل أهمية كوظيفة اقتصادية في المجتمع الحديث كما أو عما كانت عليه الماضي كوحدة منتجة وإلى أي مدى يستطيع الاقتصاد الحالي أن يستمر إذ لم يعتمد على الأسرة من حيث هي كذلك فيه بين قوسين يكون الاستهلاء مثل الملابس والمنازل المنتجات الغذائية والأثار إلى آخره هذه بالإضافة إلى وظيفة جديدة لم يهتم بها التحليل من قبل وهي الوظيفة العاطفية ونعني بها التفاعل العميق بين الزوجين وبين الآباء والأبناء في منزل مستقل بما يخلق وحدة أو ولية صغيرة تكون المصدر الرئيسي لإشباع العاطفي لجميع أعضاء الأسرة وقد أصبحت هذه الوظيفة من الملامح المميزة للأسرة الحضرية الحديثة وقد ترتب على هذه الوظيفة الجديدة أن أصبحت الأسرة النوات تحمل أبن ثقيل لأنها أصبحت المصدر الوحيد الذي يستمد منه الأفراد الحب والعطف ولهذا لا يريد الأفراد البالغين للزواج فقط وإنما يريدون الأسرة السريعة أما في المجتمعات المتقدمة فإن الزواج تكون له وظائف أخرى مختلفة عن تلك التي توجد في النمط السابق مثل الاستقلال والاستقرار وتسيس أسرة خاصة والإنجاب وتحقيق السعادة والحب والاعتماد على النفس والأمن الاقتصادي وتبادل العواطف واستبعاد مشاعر الوحدة وإلى آخره هذا ومن الله التوفيق متمنيا لكم النجاح إن شاء الله شكرا جزيلا